بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين سؤال الإصحاح السستاشر كان بيقول المن أكل ربنا بعتها من السماء لكن كان لها صفات خاصة جدا موجودة في سفر الحكمة للإصحاح السستاشر فعلا في سفر الحكمة للإصحاح السستاشر وآية عشرين وواحد وعشرين بيقول أطعمتهم طعام الملائكة وأرسلت لهم من السماء خبزا معدن لا تعب فيه يتضمن كل لزة ويلائم كل زوق يعني إذا كان المن هو عبارة عن رؤاء بالعسل لكنه كان بيناسب كل واحد والزوق بتاعه بص يقول إيه بعد كده لأن جوهرك أبدع زوبتك لبنيك فكان يخدم شهوة المتناول ويتحول إلى مشاء كل واحد بمعنى إن المن بيتحول في البق للطعام للإنسان بيشتهيه يعني بيتحول في الفم للطعام للإنسان عايزه مش بس بيبقى طعم رؤاء بعسل لا لو واحد نفسه في أكلة تانية بيحس إن المن تحول في فمه لنفس الطعام ده اللي هو كان نفسه فيه وهكذا استمروا لمدة أربعين سنة مش مجرد بيأكلوا عيش ولا رؤاء بعسل لكن كان بيتحول في فمهم للأكلة اللي نفسه فيها طبعا دي معجزة عجيبة وموجودة التفسير بتاعها فقط في سفر الحكمة الإصاحة الستاشر آية عشرين وواحد وعشرين بسم الآب والابن والروح الكدس الإله الواحد أمين الإصاحة السبعتاشر وبعدين ابتدى يرتاح لكل جماعة بني إسرائيل من برية سين المكان اللي جالهم فيه المن والسلوى بحسب المراحل اللي هيقابلوها على موجب أمر ربنا ونزلوا للحتة اللي اسمها رفدين وهناك ملقوش مية عشان يشرب الشعب فخاصم الشعب موسى وقالوا ادونا مية عشان نشرب فقالوهم موسى ليه بتخصموني ليه بتقربوا ربنا وعطش هناك الشعب للمية وتزمر الشعب على موسى وقالوا لتالت مرة أصعدتنا ليه من مصر عشان تموتنا تموتنا إحنا وولادنا ومواشينا بالعطش فصرخ موسى الربنا وقالوا أعمل ايه بالشعب ده ده كمان شوية صغيرة ممكن يرجموني فقال ربنا الموسى عدي قدام الشعب وخد معاك من شيوخ إسرائيل وعصاك اللي ضربت بيها النهر وعملت بيها المعجزات خليها في أديك واذهب معاهم أنا هقف قدامك على الصخرة اللي في حريب فاضربها هيطلع من الصخرة من جنبها مية عشان يشرب الشعب فعمل موسى كده قدام عيون كل الشيوخ إسرائيل وسمى المكان مسة أو مريبة بمعنى مخاصمة لأن هناك خاصم بني إسرائيل ربنا لأنهم جربوا ربنا وقالوا هل في فعلا ربنا موجود في وسطنا ولا لأ هناك كمان في الرفديم هجم عليهم ناس اسمهم العمليق فقال موسى اليشوع انتخب لينا رجال علشان يخرجوا يحربوا عمليق وبكرة أنا هقف على رأس التلة وعصى ربنا في إيدي فعمل يشوع زي ما قال موسى عشان يروحوا يحربوا عمليق أما موسى وهارون واحد اسمه حور فصعدوا على رأس التلة وكان موسى رافع إيديه اليمين والشمال زي الصليب وكل ما كان رافع إيديه إسرائيل كانوا بيغلبوا لكن إذا خفض إيديه عن الصلاة كان عمليق هم اللي بيغلبوا فلما بقت إيدي موسى تقال جدا أخذ حجر وضعها تحته قعد عليها ووقف خارون وحور من الناحية اليمين والشمال عشان يدعموا إيدي موسى الواحد من الناحية دي والتاني من الناحية التانية فكانت إيدي موسى سبتة وقفة بتصلي وشكل الصليب واضح على التلة وفضل كده لحد غروب الشمس فهزم يشوع مليق وقومه بحد السيف كان يشوع هو اللي بيقود الحرب وموسى كان بيقود الصلاة واقف موسى على التلة على شكل صليب وفي نفس الوقت رافع إيديه للصلاة فقال ربنا الموسى اكتب اللي حصل ده في الكتاب وحطه في مسامع يشوع لإني أنا همحو ذكر عمليق من تحت السماء على إيد يشوع وعلى إيدكم أنتو يا بني إسرائيل وفعلا بان موسى هناك مسبح ودعى اسم المكان يهوى نسي بمعنى الرب علامتي أو الرب راياتي والرب راياتي أو الرب علامتي لإن كان في علامة عملها موسى على التل هي علامة الصليب الإيدين المرفوحة فربنا حبي يقول لنا إن إذا كان عمليق بيرمزه للشيطان فموسى رفع إيديه على هيئة علامة بيها هنغلب الشيطان إلى الأبد وقال ساعتها موسى أنا أدية كانت على كرسي ربنا لما كنت رفعها وبصلي ربنا هو المسؤول عن حروبنا مع عمليق من دور إلى دور ومن جيل لجيل لحد ما نقضي عليهم تماما لأن اللي بيحرقهم هم الشياطين برضو نلاحظ إن عمليق هي اللي ابتدت الحرب وليس موسى فحرب موسى كانت دفاعا عن طريق الصلاة وعن طريق الإيدين المرفوعة على شكل الصليب بسم الآب والإبن والروح الكدس الإله الواحد أمين في الإصحة السبعتاشر شفنا مع بعض الميا اللي خرجت من جنب الصخرة وشفنا كمان حرب عمليق وموسى اللي واقف على شكل صليب فالصليب اللي واقف على شكله موسى والميا اللي خرجت من جنب الصخرة تفكرنا بتل الجلجوسة اللي كان عليه علامة الصليب واضحة للعالم كله وخرج دم وماء من جنب السيد المسيح ويمكن علشان كده موسى سمى المكان ده الرب ورايتي أو الرب علامتي فبنوع من النبوة تنبأ موسى إن علامة الصليب دي اللي هو كان عملها واقف على التلة هتبقى علامة على مدى الدهور تغلب كل عمليق يعني تغلب كل الشياطين إحنا أحبائي في رحلة التغيير محتاجين نضع أمامنا راية وعلامة الصليب فعلا زي ما ربنا ظهر مرة للملك كسطنطين وقال له بهذا تغلب يعني بالشكل ده بعلامة الصليب هتغلب الشيطان وبتقول الكنيسة في تسبحة اسمها إبصالية الجمعة بتقول ربنا يسوع المسيح أعطى علامة لعبيده لكي يغلبه قوة العدو ويطفئه النار وينجو من فم الأسود وفي آخر الإبصالية بنقول وهذا هو اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح وصليبه المحي الذي صلب عليه يبقى علامة الصليب علامة نجاح علامة تساعدك في التغيير وتغير هي الظروف وتديك القوة اللي انت مفتقدها لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله طول ما انت رافع ايديك زي الصليب وطول ما انت حاطت الصليب قدام عينيك انت بكده تغلب العدو الصليب فعلا مصدر للقوة والغلبة رقم واحد لأنه بيفكرك بمحبة المسيح ليك رقم اتنين بيفكرك بالعلقة اللي أخذها الشيطان وقت ما المسيح تصلب ونزل غلبه وانتصر عليه في الجحيم عشان كده الشيطان يخاف من علامة الصليب رقم تلاتة يفكرك إذا كان المسيح احتمل كده علشاني فكان بالأولى أحتمل أنا من أجله وعشانه الصليب يا أحبائي عصارة حب وعصارة بزل وفداء وتغيير تمسك بالصليب تمسك بالنظر إلى الصليب وإديك المرفوعة أمامه تتغير دون أن تدري عارفين الشخص اللي حط صورة واحد بيحبه جدا وكان متأثر به أو كان قدوة ليه فكل ما يبص على الصورة دي دموعه تنزل ويتملي حماس إنه يرضيه بحياته يقلده علشان يبقى شبهه أهو دي نظرتنا لما نبص على الصليب نتملي حماس للخدمة وللحب وللفداء نشعر بالأمان والإحتواء والمحبة البزلة والمحبة الشخصية من الله لينا الصليب هو رجأنا الصليب هو قوتنا بهذا تغلو بسم الآب والإبن والروح الكدسة الإله الواحد أمين سؤال الإصحاح السبعتاشر هيبقى برضو عن طريق آية موجودة في سفر تاني بس هتشرح لنا حاجة عظيمة إيه هي إحنا شفنا الحرب اللي مع عمليق إزاي العمليق نزلوا حرب شعب بني إسرائيل وربنا قال لهم أنا هأمحو عمليق من على وجه الأرض طب ليه ربنا كان متضايق من عمليق قوي كده فقط علشان حرب موسى ولا طريقة حربهم مع موسى كانت طريقة شريرة وعنيفة جدا وفيها نوع من الخبس وفيها نوع من عدم الرجولة ولا الشجاعة أيوة كانت حرب فعلا لها تفاصيل أخرى لو عايز تعرفها السؤال بيقول دور في سفر تاسنية الإصاح الخمسة وعشرين وتقريبا من بعد الآية الخمستاشر كنوع من التسهيل هتلاقي آية بتوضح إزاي الحرب بتاعة عمليق دي كانت فيها نوع من الخصة أو نوع من عدم الرجولة والمسئولية عشان كده ربنا اتدايق جدا من عمليق وكرر إن موسى ويشوع يحربوهم لحد ما يقدوا عليهم يا ترى إيه هي الآية دي اللي موجودة في تاسنية خمسة وعشرين وبتشرح إزاي عمليق حرب بني إسرائيل موسيقى